يعني يربطون في مكان معين بخيط هذا ما الخيطون بيه الوشيعة يسمون النسوان وغصبا عليك يشربك ما يقل شي فذ 8 بطالة 8 بطالة عشرة جد تشرب ما تشرب يجينا وما كهنانة وتمزنجل يفتح حلقك ويحط لك هاي القالة الخالعة الدائرية فتذطر شون ما أبو الأسنان دين فتح حلقك يدير ماء بحلقك واحدة بالثنين لو تبقى خالة ما تقدر تتنفس لو تبلع حتى تتنفس فيأكيد اش راح تسوي تبلع شرابت مي شرابت مي شرابت مي صار عندك ادرار ما تقدر تتدرار شانطيك شلطوا شون من الرقبة شانطيك إلى أن اصير واحدة من الثنين لو يصار عندك انفجار لو تقوم تبشي مثل المرأة تطلق بالولادة فيقولوا لأخباوة احنا ما عدنا شي قاعدين بلا اليوم نسكر ونيجيك هاي الية ومستعدت طيهم اعطيت الاسماء ومستعدت طيهم بعض صارت بيا هاي مثلا السفينة المي الخنق الغيرة خوض ضفدعة ستسحر اذا احسنتيها بالقرآن تقولي ما كويشي الضفدعة شي يسوليش هاي اديتش هاي اديتش تنربط ويا من ويا هاي رجلش وتنسحب على شناطة تنسحب تنسحب بحيث ما تقدرين رجلش شف رجلش وين يصير يصير اهنانة وايدي شوين مربوطة اهنانة الرجل الثانية مربوطة من جو ويسحبوها تنربطو بهاي بعدين بزنجيل يفروها على رقبتك بحيث اديتش وين يصير ويا رقبتش وهنا هاي ايديش هسه واربع اصابع حاذا تشاف رجلش هنا ويبديش يسوي لك يلا الدعب العظب دوعتي يعني تخيلي ايديتش يعني تخيلي انتي هسه هاي انا ادعو دولة رئيس الوزراء صادة محمد الشاعر السوداني احنا قلنا لك امنا بيك احنا من دنحشي قبل شننا من نحشي يقول لك راح يصعدون عليك مخبر سري وياخذوك هسه انا امني بالله بيك لانا انا انظلمت وشفت عذاب اذا تيت تعرف هذا الحجم التي صدق له لا في حينها كان امر السجن مالتنا مقدم صادق الجبوري من الجبور الواو انا شفت انسان خير وياي والبقية والبقية الان صادق الجبوري عميد دزعلي ودزعلي في راس المعاون الطبي قل لش كم جلطة هذا الرجل وقل لش كم جلطة وليش الضارب وياهم وخير شي وديهم المستشفى هاي طالعان ورجعوا يعذبون بيا قل له هذا طلع افراجي معودتي تعدموني قل له لا نكتب عليه حالة انتحار شون سويناها نكتب احتقام بعضلة القلب هم تدريس السحار وهاي ايضا يا استاذ محمد الشاعر السوداني ويا استاذ فايق الزيدان ويا رئيس محكمة المحكمة الاتحادية لكل القضاة السؤال بيها القاضي ضياء العبودة اللي لحد الان يعني انا ما اقدر احقد عليه وبس بدك من اتذكر التعذيب اتخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة